أعزائي الطلاب أسعد الله صباحكم معكم المدرسة عبير مع الراوي من قاعد التعلم الافتراضي بمديري التربية بحلب درسنا لليوم تحديات التنمية واحد من الوحدة الدرسية الوحدة الاقتصاد آخر وحدة بالكتاب الدرس بعنوان تحديات التنمية مستقبلنا المشترك مؤشرات الأداء المتوقع من هذا الدرس المتوقع من هذا الدرس أن يوضح الطالب تحديات التنمية واستنتاج الحلول لهذه التحديات لنبدأ أقرأ الآتي انطلق الانطلاق من متحف المستقبل للارتقاء بحياة 7 مليار إنسان حول العالم أصبحت السعادة الأفراد والأمم وجودة حياتهم أولوية عالمية أولوية عالمية ضمن التوجه التنموي الجديد سابقا كان الأولوية العالم أنه يأمنوا متطلبات السكان حاليا بدنا جودة حياتهم تكون برفاهية معينة ضمن التوجه التنموي الجديد ينتشر بسرعة هائلة لذلك أحدث قمة عالمية للحكومات هي المؤسسة العالمية التي تسحقها لتحسين حياة الإنسان حول العالم بإمداد صناع القرار بالمعرفة اللازمة لاستشراف المستقبل بدي أحاول أحسن جودة الحياة في المستقبل وأرسم المسار للأشجال بحيث توفر منصة متميزة للتبادل أفضل الممارسات والحلول الزكية للتحديات درسنا قائم على هذا الشيء الحلول الزكية للتحديات التي تواجهني التي تواجه الدول وتسعى لتعزيز التنمية والاستهار فيها طبعاً هذا متحف المستقبل بمدينة دبي فكان متحف المستقبل من أهم المبادرات المعروضة في القمة لاستكشاف الحلول للتحديات التنمية بالعالم وتقديمها على شكل ابتكارات وتكنولوجيات متطورة للدنيا تساعد في تجاوز التحديات مهما كانت صعبة استناداً لأهداف التنمية المستدامة أختار نشاطاً تنموياً وأحدد تحدياتي وأقترح حلولي تحديات التنمية عندي إياهن بهدول عندي القضاء على الفقر القضاء على الجوع الصحة جيدة التعليم جيد مساواة بين الجنسين عندي مثلا العمل المناخي عندي الحياة بالبر الحياة بالبحر إلى آخر عندي 17 هدف للتنمية المستدامة أنا رح أشتغل عليهم لحتى أحل المشكلات فيهم طبعاً أول شيء أحدد نوع النشاط الذي أريد إقامته وأعلل الاختيار أي نشاط فيكن تختاروه أنا اخترت مثلاً التعليم الجيد أنه أأمم بالمستقبل تعليم جيد طبعاً سبب اختياري لهذا الشيء لأهميته بتطوير المجتمعات ومواكبة الأحداث العلمية ومشان أواكب إنتاج المعرفة أنا أنتج المعرفة بدلاً من استيرادها تحديات موجودة لهذا النشاط أول شيء عندي ضعف الكوادر التعليمية وقلة وسائل التعليمية ببعض البلدان أو بعض المدارس كمان قلة مراكز الأبحاث معنا بالوطن العربي عموماً معنا كثير مراكز أبحاث علمية بالدول الأوروبية أو المتطورة لدينا مراكز الأبحاث كون الميزانية فيها تقريباً قد ميزانية دول قلة تمويل هاي مراكز هدول التحديات الموجودة قدام التعليم الجيد حلو لهي التحديات رح أحاول أحلهم أو أعكسهم أول شيء أزيد الإنفاق على البحث العلمي أحسن جودة التعليم أربط التعليم بسوق العمل سابقاً بالدروس الكتاب مرأ معنا أنه من المشكلات ما في عندي مواكبة أو ربط بين التعليم وسوق العمل مخرجات التعليم وسوق العمل فأنا أحل هاي مشكلة أربع مواكبة الأبحاث بالدول الأخرى والاستفادة منا طبعاً أنتوا فيكم تحددوا أي نشاط آخر تحددوا تحديات لهذا النشاط وتقترحوا حلول بس اختصاراً اخترت واحد بس أقرأ النص التالي لم تعد التنمية حلوماً لا يتحقق وإنما استدامة هذه التنمية هو الهدف الحقيقي هو الهدف الحقيقي أمام واقع تكسر فيه التحديات مع التقدم الكبير في مجالات التنمية المختلفة ما يزال عدد كبير من الدول يواجه التحديات والعراقي التي تقف عائقاً أمام هاي التحديات طيب أنا كدولة بدي أحل هدول العوائق اللي هو أساس درسنا مع تزايد الضغوط على البيئة نتيجة الالتزامات والأنشطة المختلفة التي تدعم الاقتصاد وخاصة بالدول الصناعية ظهر عندي شيء اسمه اقتصاد أخضر طيب أول شيء الشاني اقتصاد وليش أخضر اقتصاد لما لكم كلمة اقتصاد رأساً بلش أو تبادر لزهننا معامل مصانع منشآت صناعية منشآت تطالع لي دخل أخضر رح أروح للجانب البيئي طيب هلا هيك إذا ده أربط بيناتهم أنه أنا أعمل مصانع ومعامل أو منشآت صناعية بس تحافظ على البيئة يعني تقلل من كمية الكربون اللي بينتج عندي من هاي المصانع مثلاً أعتمد مثلاً مصانع على الطاقة الحديثة أو أستخدم مركبات ما تطالع لي كتير كميات من الكربون لكي يتحقق مفهوم التنمية المستدامة تم تبني سلاس أبعاد أساسية أول شيء البعد الاقتصادي هذا البعد الاقتصادي يعتمد فيه على توفير فرص العمل ومحاربة الفقر أثنين البعد الاجتماعي أعتمد فيه على المشاركة الفعالة للمرأة ببعض الدول المرأة أبداً ما عندهم مشاركة فعالة أو تحسين التعليم أحسن جودة التعليم الثالث بعد عندي إياه البعد البيئي أعتمد على منع تدهور البيئة اللي عندي إياها وتجنب التغير المناخي وأضمن الأمن المائي والغزائي تمام؟ البعد البيئي أنا دائماً رح أخذه بالحسبة الاقتصاد الأخضار مثل ما شرحته لكم إياه هو اقتصاد بيعتمد على تقليل نسبة مركبات الكربون إلى الحد الأدنى إذا ما قطعت تطاول لكون لحد الأدنى من هاي المركبات بحيث أنه أسهم بحماية البيئة وأحد من التغير المناخي اللي هو المشكلة العالمية حالياً هون رح يعرضونا تحديات وكيف هاي التحديات عم بيعالجوها بالدول الفقيرة وبالدول الغنية مثلاً ظروف الطبيعية مشابهة استثمار مختلف ببوليفيا طريق الموت طبعاً طريق هو جبلي حاطين عم بيمروا فيه سيارات وممكن السيارة تنزل لأسفل الوادي وطبعاً أكيد خطر على الأرواح بينما كمان طريق جبلي بسويسرا عاملين ممار ضمن الجبل طبعاً هذا التحدي بشكل التضاريس أنا كيف عفوون كيف علشت هاي المشكلة الظروف المناخية الصحراوية مثلاً بنيجيريا كانوا عم بعملوا حفر مشان يجمعوا مياه الصحراء لأنه أنا بالصحراء عندي كمية أمطار كتير قليلة فعم بعملوا حفر على شكل هلال مشان أجمع هالكمية الأمطار الأساساً قليلة بها دول الحفر بينما بصحراء في أستراليا أنا وظفت الصحراء لحتى أولد طاقة كهربائية وزراعة خضراء كان استسماء الأراضي المنخفضة في بعض الأراضي المنخفضة ببينجلاديش كانت تقريباً على شكل مستنقعات مثل ما شايفين بينما الأراضي المنخفضة بهولندا مثل ما ملاحظين مستثمرين بالزراع وبشكل منظم ممكن أنا عندي أزرع فيها رز أو مواد أو مواد زراعية بتحتاجها لطبيعة أرض كمان هون ظروف مناخية تحدي ظروف مناخية منغوليا بمناطق مننا هي مناطق متجمدة طبعاً مثل ما ملاحظين عم ببعضه التلج بجرافات وسائل كثير بداية بينما سكك الحديد بسيبيريا بروسيا في عندي آلات خاصة بتزيح التلج طبعاً هدول الاستثمارات مختلفة حسب الدولة تحدد الكوارث الطبيعية تحدد الكوارث الطبيعية حياة السكان وأنشطهم والبنى التحتية تجاوزت بعض الدول المتقدمة هاي التحديات ما بعيد عنكن هاي الأفكار اللي هي لما عم بكون عندي زلازل باليابان تقريباً كل كم سنة يعني بتتعرض لزلازل مدمرة لأنه هي منطقة اتقاء صفائح فهاي الزلازل مدمرة ممكن تخرب منازل هاي اللي عملوه أنه اللي عملوه أنه للأبنية عندهم عملوه حطوا تحت نوابط بحيث أنا عندي لما بيصير الزلزال بتهتز البناي بس ما بتنهار يعني ما بتنخرب فأضو على هذا أو حلوا هذا التحدي اللي عندهم يا أما بدولة مثل هايتي لما صار عندهم عصار فهذا الشيء أدى لحياة آلاف الأفراد ودمر الكثير من البناء وهذا مثل ما شايفين بالصورة طبعا هايتي نوعا ما دولة غير متقدمة سهل الغاب عنا تحديد طبيعة الأرض بسوريا سهل الغاب سابقا كان عبارة عن مستنقعات ماني مستفيدة منه فالحكومة السورية عملت على زيادة المساحة الأراضي الزراعية جففت هذا المستوقع وعملته أرض زراعية اللي هو موجود فيه حاليا سهل الغاب وهيك استفدت من أرض المنطقة وأمنت الزراعة لعديد من المحافظات بالمنطقة يعي فعليا استفدت من هذا الشيء هلأ رح نبدأ أقرأ المعطيات الجغرافية ثم أحللها عندي دولتين بالتحديات مختلفة رح أشوفهم أول دولة هي المملكة المتحدة بريطانيا مثل ما شايفين على الهرم السكاني أول شي قاعدة الهرم هي كثير فئة صغار السن منخفضة طيب الفئة المنتجة كمان نوعا ما كثيرة عندي بس فئة كبار السن كثير مشتفعة طبعا ايه وين المشكلة؟ هاي المشكلة انه مثلا أنا بعد عشرين سنة أو خمسين سنة كبار السن أكيد رح يموتوا وما عندي صغار السن تعوض هذا الشيء ففعليا الاقتصاد ممكن يوقف بعد سنوات طيب في عندي دولة تانية اللي هي زامبيا عندي بالعكس قاعدة الهرم هي كثير عريضة مثل ما ملاحظين الشعب فتي تمام ورتفعة عندي كبار السن هي كثير منخفضة طيب كمان وين المشكلة؟ هذا البيزامبيا كمان بعد سنين مثلا بعد عشر وعشرين سنة هدول صغار السن رح يصيروا فئة منتجة أنا بدي أملهم فرص عمل سكن شغل دخل مرافق هدول كلياتهم فكمان هذا يعد تحدي طيب تعد القضية السكانية أبرز القضايا التي تشغل صناع القرار في عديد من دول العالم وانعكاساتها إلى آثار في الدول أصبح النمو السكاني عبئا على الدول ما لم يتم استثمار العنصر البشري يعني أنا العنصر البشري بحد ذاته أنا ما بعتبره عائق أو شي منيح أو شي سيء كيف بستثمر هذا العنصر البشري هو الجيد؟ يعني أنا يكون عندي عدد سكان كبير وانا عم بستثمر هدول السكان بشكل مناسب يعني عندي علماء عندي مثلا ناس عب شغلولي الاقتصاد هذا شي كتير جيد أو إذا عندي عدد سكان منخفض يعني وما في عندي إيد عاملة فهذا الشي سيء أنا بدي أحل فالنمو سكاني هو عبئ على الدول ما لم يستثمر العنصر البشري بشكل مناسب الذي يعد أداة عملية التنمية وهدفها بطريقة صحيحة ولا سيما تحديات التنمية المختلفة عندي طبعا بريطانيا بعد ما شفنا المجتمعين طبعا كيف بعرفوا انه هو مجتمع هارم انه عندي نسبة كبار السن مرتفعة كتير تمام وصغار السن هي كتير منخفضة تمام فالمجتمع بريطانيا هو مجتمع هارم بينما بزامبيا هو مجتمع فتي تمام كبار السن قاعدة الهارم كتير عريضة هون مجتمع هارم وهون مجتمع فتي طيب تحديات التنمية البشرية لبريطانيا انه عندي قلة قلة اليد العاملة من فئة الشباب وبالتالي مستقبلا ممكن توقف عجلة الاقتصاد تمام ويوقف الاقتصاد عندي وصير عنا مشكلة اقتصادية طب كيف ممكن احل هذا الشي ببساطة بفتح باب الهجرة بشجع بعمل قوانين بتشجع على الزواج والانجاب بشكل عام باوروبا باغلب المجتمعات الاوروبية قوانينهم او عندهم يعني طبيعة مجتمعهم ما بيشجع كتير على الانجاب فلذلك صغار السن هي كتير منخفضة فانا اعمل قوانين اشجع على الزواج والانجاب بزامبيا مجتمع الفتي التحديات اللي عندي اياها انه اامن فرس عمل اامن سكن اامن موارد غزائية موارد مائية تعليم صحة الى اخره كيف ممكن احل هذا الشي انه كدولة اضبط النمو السكاني اعمل قوانين وسياسات ضبط النمو السكاني احدد النسل احاول شوي للناس اللي عندي اياهن اوفر لهم فرص عمل اعمل مصانع وانشاءات استثمارات اهتم بالتعليم يطلع عندي اه ناس من شعبي هن يشغلوا هدول المصانع وهن يعملوا الاختراعات وشي مخلفات الاستعمار اوجد الاستعمار المباشر هلا هذا شوي شوي تحسوا فقرة من الوطنية بس يعني تاريخ اوجد الاستعمار المباشر كثير من المشكلات للدول التي احتلها تمثلت هاي المشكلات بالتفرقة بين السكان ومحاربة اللغة المحلية ونهب السروات هاي الفقرات كلها بالتاريخ مرة معكم وبالوطنية اه كان جعل المستعمرات هي اسواق لتصريف المنتجات اللي عنده اياها هذا الشي خلق لي واقع من التجزئة وحصلت لما حصلت هاي الدول على استقلالها فرض عليها الاستعمار فرض عليها عفوا استعمار غير مباشر بانه شو صارت صار عندها تبعية تكنولوجية هلا رح نيكيها شنون يعني تبعية تكنولوجية واقتصادية واحيانا سياسية كمان اه للدول كانت يوما ما سببا في تأخر تقدمه طب شو يعني كل هذا انا لما عم بحتل دولة عم بفرض عليها عم بصير اول شي عم بعمل كل الاحتلالات كانت سياسة تقريبا نفس السياسة انه تفرقة بين السكان اخليهم يلتهوا بحالهم يتقيتلوا بين بعضهم او دائما ينشغلوا بانه انا عندي احتلال بدي اقامه بدي شي ما عم بوجه استثماراتي لانه الناحية العلمية شلون ده حسن اقتصادي وهي فالاحتلال عموما عمل هيك شي هلا لما تخلصنا من الاحتلال صار عنا احتلال او تبعية اه غير مباشرة انه انا اه دائما تابعة تكنولوجيا لهدليك الدول يعني ما عندي انا عم بنتج التكنولوجيا وباصدرة أنا عم باصدر فقط مواد غام انا ميزاني التجاري كالدولة ميزاني التجاري حوة خاصف طالما عم بصدر مواد خام وعن بستورد 1990 كالتكنولوجا المواد الخام هي اسعاره منخفضه الادوات التكنولوجيه هي اسعارها مرتفعة وبالتالي انا دائما ميزاني التجاري خاصر وبالتالي دائما اقتصاديا فقيرة بينما الدول الغنية عم بتكون دائما ميزانة التجاري رابح لأنه هي لعب صدر التكنولوجيا وعب صنعها لذلك لما كانوا الحلول كنا نقول انه الاحتمام بالعلم استنتج أثر نشر التفرقة بين السكان على التنمية هذا الشي بيخلي السكان انه ينشغلوا بالحروب الداخلية والنزاعات عن انه يطوروا حالهم ينموا حالهم ويهتموا بالمعرفة والعلم وهن يصيروا منتجين للمعرفة كيف انعكس استيراد التكنولوجيا على الدول المتقدمة وعلى انشطة الاقتصادية رح احكي لكم الشي الايجابي والسلبي الشي الايجابي انه انا طورت وسائل الانتاج بينما اكون انا كدولة عم بستخدم آلة من شي خمسين سنة بينما اكون عم بستورد آلة متطورة كمان صار عندي تنمية قطاعات الاقتصادية المختلفة واكبت نوعا ما الواقع والتطور بس كان الى اسر سلبي انه انا عم بستورد هاي التكنولوجيا انا ما بصدق تخلق تبعية تكنولوجيا للدول المتقدمة بتجعله انه تستورد هاي المعرفة ولا تسعالي انتاجه انه انا عم بستورد الماكينات والادوات والالات فسنا ما عم بنتجه تمام اضافة انه انا لما عم بستورد هادول هنين كلفتهم العالية المادية كتير عالية بينما انا كدولة عم بنتج او عفوا عم بصدر بس مواد الخام ماد الخام هي كلفتها المادية منخفضة فهيك شي عم بخليلي ميزاني تجاري على طول هو خاسر تمام فهون حكينا الشيء الايجابي والشيء السلبي الفقر والهجرة الى المجهول هذا الدرس نوعا ما يعني قريب من الواقع مع تحسينات المهمة بنسبة الرخاء والرفاهية لا يزال العالم يتميز بفروقات هائلة ومتزايدة بالحصول على الحاجات الاساسية عندي ببلدان مثلا غياب النمو الاقتصادي وغياب كمان تخطيط جيد كمان للأسف في البلدان الاكسر فقرا والتي تعاني من تدهور ونقص بالموارد الفقر بيأدي لي او من مظاهر الفقر اللي هوني مثلا السكان العشوائي الكسافة السكانية العالية عندي مثلا وسائل او مظاهر مثلا استخدم بالزراع ادوات فدائية كيف يسلم الفقر بالهجرة يزيد الفقر من نسب الهجرة نحو البلاد المتقدمة والغنية اقتصاديا انا كالدولة في عندي او او انا كشخص عندي مشكلة اقتصادية بالبلد اللي عايش فيها فراح افكر لاني اهاجر مشان يا اذا كنت يعني بمجال التعليم انه ادرس اطور حالي دراسيا يعني مشان يا ابحث عن فرص تعليمية اكبر او يا ابحث عن فرص عمل احسن تمام شان هذا الشيء كلياته يخلق لي واقع حياة احسن اقترح حلولا مقبولة لا تسهم للحد بالحد من الفقر بالعالم كالعادة دائما وابدا انه اطور قطاع التعليم والبحث العلمي اطور كافة انشطة الاقتصادية السياحة التجارة الصناعة الاقتصاد بنوغ خدمات احسن البنية التحتية اأمن سكن لائق ما يصير عندي مثلا مساكن عشوائية او بيوت صفيح او سكن غير لائق الاعتماد على تصنيع المنتجات بدلا من اني استوردها اشجع الابداع والابتكار اشجع الابحاث العلمية اللي عندي اشجع الاستثمارات مثل ما حكينا بالدرس السابق انه انا افتح الحدود ازيل العقبات مشان افتح الحدود بين الدول ويصير عندي فرص استثمارية اكبر ازالة الحدود واقامة تكتلات اقتصادية كما فينا نعملها اللامساوات من المشكلات اللي بتعاني فيها العديد من الدول ان تمكين النساء وتفعيل طبعا لا مساوات يعني انا عندي بيعاملوا الاناس غير الزكور بميزه حدا عن حدا وبالتالي انا مثلا الاناس ما بيخلوها تشتغل ما بيخلوها تتعلم ما بخلوها تاخد فرصها بالحياة طيب ان تمكين النساء وتفعيل مشاركتهن الكاملة هي اساس المساوات في كل مجالات الحياة وفيها عملية صنع القرار والوصول الى السلطة لتحقيق المساوات من فترة اريبة احتفلت بعض الجمعيات النسائية باحدى الدول بقرار انه سمحوا للنساء بقيادة السيارات بينما احنا عنا بسوريا من الاف السنين المرأة تصل لمراكز عليا بالقرار مثل زنوبيا وصلت صارت ملكة وميز بين دور النساء بالدول المتقدمة والنامية بالدول النامية طبعا النساء عم بيكون دورة سانوية ما عم بتسهم كتير بعملية التنية بشكل فعال اغلب الدول النامية تلاقي النساء مثلا عمره 14-15-18 سنة توقف تعليم او متوقف تعليم او بصير عنده ظروف ممكن تتزوج او شيء فما بتستمر بتعليمه او فرضا اذا استمرت ما بتكمم او ما بتاخد فرصة بالعمل عم بيسيطر كمان عالمجتمع عندي جهل ممكن تهميش دور المرأة طيب بينما بالدول المتقدمة المرأة عم تاخد كل حقوقها عبتشكل هي نصف المجتمع عبتكون فاعلة مثل العادة ببناء المجتمع وتطوره عم تشوت عكل المجالات بتتمتع بكامل حقوقها وتوصل لأعلى مستويات الحكم وصنع القرار المديونية عندها تجاوز منحنة الدين العام لنسبة 60% من ناتج المحلي هاي بسمي الدولة وغير قادرة الدولة تكون غير قادرة على سداد هذا الدين بتصير الدولة بحالة مديونية تمام طبعا هذا سداد الدين سواء فوائد واقصر وكل ما زاد هذا الشي زاد نسبة الدين العام صارت الدولة أكتر مديونية بشكل عام المديونية باليونان الأزمة المديونية باليونان يعتمد الاقتصاد اليوناني على قطاع الخدمات كويس ولا سيما الخدمات السياحية صنفت اليونان كسابع أو في المرتبة السابعة من البلدان اللي أكتر بلدان بيزور الاتحاد الأوروبي ومع هيك اقتصاده هو عم منخفض نسبيا مقارنة بالمقيس الأوروبية طيب ساعد هذا الشي ساعد ذلك في تعزيز بناء استثمارات هيا اليونان قطاع الخدمات عندي بشكل 85% عندي قطاع الزراعة بس 3% وعندي قطاع الصناعة اللي هنم بيصنعوها 12% قطاع الصناعة نوع عماء الليل قطاع الخدمات السياحة والخدمات والبنوك وهالأصص 85% الزراعة 3% فقط ليس صار عندي أزمة باليونان رح نحكيهم ونشوف إشو الأسباب أول شي زيادة الاستيراد الخدمات بشان الرفاهية يعني نمط السكان عندهم أنه أنا ليش أسوق سيارة موديل 2020 مثلا لا لازم أسوقها موديل هاي السنة مثلا سنت البعدة لازم كمان أغير السيارة وأبدلها تمام؟ أواكب الأحداث فعندهم كتير استيراد هلا هذا الشي أوكي منيح بس يعني إذا كان هنا نعم بيصنعوا هذا الشي هنا ما عبي صنعوه هنا عبي استوردوه زيادة استيراد لرفاهية الإنسان الاستدانة مشان يحققوا شروط الانضمام لمنطقة اليورو للاتحاد الأوروبي في شروط مشان حتى يضموهم زيادة الانفاق على الخطاعات الرعاية الاجتماعية والتعليم هدولة الخطاعات نوعا ما ما كتير بيجيبونا دخل للدولة تأخر الإصلاحات المالية لما عم بعمل إصلاحات عم تتأخر خسارة الميزان التجاري نتيجة أنه عم بيستوردو كتير وبيصدرو قليل واخر شي انتشار الفساد والرشوة والتهرب الضريبي ما حدا بتفاعده رايب أو ما حدا ما حدا يعني أنه قليل طيب هذا الشي صار عندهم أزمة شو عملت الدولة لحتى تحل هاي الأزمة عملت لي شوية إجراءات هلا رح نشوفها إذا كانت مناسبة أو لا أول شي عملت سياسة قشفية شان تأيد من نفقاتها يعني أنا ما استورد كتير مثلا الشغلات الرفاهية أوكي يعني بتركب مثلا السيارة الأقدم شوي بتاخد الشغلات اللي أقل فيه شغلات ممكن أستغني عنا أخرت سن التقاعد ل67 شان أضمن أنه سنوات أكتر للموظف أنه يشتغل وكمان أنا لما مثلا بتقاعد بال67 كدولة بتدفع له يعني الراتب الاجتماعي مثلا لسنوات أقل من لما بتقاعد بال60 فرضا تخفيض أجور العاملين بنسبة 15% طلبت من الدول بعض الدول الاتحاد الأوروبي أنه تمنحها قروض لمدة 3 سنين بمعدلات فائدة منخفضة يعني أهدت قروض تسوي المالية بالبنوك مشان تتخلى عن 50% من دينة بالدولة طيب هذول الإجراءات كانوا مناسبين ولا غير مناسبين هلا بدنا حلول زيادة الاستيراد لخدمة الرفاهية السكانية ثانية إش أعمل تقليل استيراد الخدمات الرفاهية الاستيدانة ماذا؟ طيب زيادة الانفاق على الرعاية الصحية تأخر لنقص الإصلاحات أنه أنا أعمل إصلاحات فعلية مو أنه راح نصلح وبعدين ما ننفذ شيء كمان هو مشان حل هاي القصة أنه ميزاني التجاري أنا خاسر أصدر أكتر ما أني أستورد زيادة الصادرات ومتقليل الاستيراد طبعا لما بقلله بستورد الشيء الضروري بس انتشار الفساد أنه أعمل إصلاحات وملاحقة مثلا ملاحقة ضريبية والقضاء على الفساد أخذتوا الحلول من هون من هدول الشغلات اللي حطينا هون طبعا هون نفس الحلول اللي حكينا هون أنه أصنع أعمل محاربة الفساد أقل الاستيراد أطور التعليم سينا نذكره والتعليم المهني لكي أطور جودة المنتجات اللي عندي إياها ممكن أعمل بعض الاتفاقيات مع الدول لكي أحقق تكامل اقتصادي هذول الشغلات اللي ما ذكرنا هون سابقا طيب تحدي كمان عن نيا تحدي المناخ والمناخ والاقتصاد يقدر الصندوق النقد الدولي أن مقابل ارتفاع درجة حرارة الأرض ثلاث درجات مئوية ينخفض معدل الإنتاج المحلي الإشمالي 2% تعم لكي صورتين بعام 1970 و2007 الغطاء النباتي كيف عندي عندي حرائق، عندي فيضانات، صار عندي تصحر، جفاف، الغطاء السلشي عم بتقلص كل ماله هذا نتيجة ارتفاع درجة حرارة الأرض بيّن أثر تغيير المناخ على التنمية تراجع الإنتاج الزراعي، تراجع الدخل، حدوث فيضانات، نفس الصورة اللي حكيناها قبل حدوث موجات جفاف، مجاعات، حروب سياسية، مديونية، ممكن بيّن أثر نقص الموارد المائية بالتنمية طبعاً لما عم بنقص عندي الموارد المائية، شي طبيعي ينقص عندي الموارد الغزائية، إن هي معتمدة على المياه هذا الشي بيسبب تراجع الزراعة، بالتالي صار عندي أزمة جوع مثلاً الحصول موجات جفاف، لأنه تناقص الغطاء النباتي طبعاً كمان لما عم بنقص الموارد المائية وعب بنقص هذا كما عم بنقص المزروعات العلافية فهذا كما عم بيأثر على المواشي، وممكن إنه الماء تسبب حروب ببعض الدول طب شو عندي حلول لأخفف من هذا الشي، أخفف من انبعاث الغازات المسببة للتغيير مناخي دائماً وأبداً نحل الأمثل إنه أستعمل طاقة نظيفة ممكن أضع فلاتر على المصانع مشان أقلل من نسبة الملوثات ممكن أزيد المساحة الخضراء طيب، هنا بدينا بالدرس الثاني المكمل لدرسنا الأول تحديات التنمية الثنين، عم بيعطونا بهذا الدرس تجارب لبعض الدول هاي التجارب كيف حلت هاي الدول الأزمات طيب، وشو النتائج حلولة كان؟ عندما تتسابق الدول في ميدان البناء والتنمية تنافذ جميعا لتصل للمركز الأول هذا الشي بمختلف الأزمان، سوريا استطاعت بنهاية الألفين وعشرة أن تحقق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة كنا سابقاً قبل ما يصير حرب على سوريا عندي نهضة اقتصادية واجتماعية وشاملة بكل المحافظات، هذا الشي بفضل سياسة التحديث والتطوير اللي قاد السيد الرئيس بشار الأسد كان هدفنا أنه نوصل لتنمية مستدامة على طول، رغم التحديات الكبيرة اللي اعترضاً بس أجتنا الحرب اللي شنت على سوريا أمقدة لتراجع كبير بمستويات التقدم اللي حققناها للأسف بس الصمود الأسطوري للجيش السوري والدولة السورية أدم دليل على أنه الشعب قوي وقادر أنه يرجع ينهط من جديد عن التجارب كوريا معجزة كوريا الجنوبية كوريا هي كوريا بجنوب شرق آسيا رغم فقرة بالموارد الطبيعية، ما عندها كثير موارد طبيعية كسرة ديونة كمان نحكيها بس كوريا هي خامس أكبر اقتصاد عالمي بالتصدير يعني كدول بتصدير منتجات هي خامس واحدة تمام؟ كان رصيدة تجاري إيجابيا في 2017 بقيمة 124 مليار دولار نصيب الفرد من ناتج المحلي 38.3300 دولار بلغ النمو بالناتج المحلي 3.1 بتاريخ 2019 بالعام 2000 كان الناتج المحلي عم ببلغ 459 مليار دولار نقولي 500، بال2017 خلال 17 سنين صار 1.5 مليار دولار هون عندنا شريحة بس فايحة هون خطأ شوي بالهيئة صغر حجمة لكوريا رغم صغر حجمة وارتفاع كسافة السكان فيها صار عنده ارتفاع كسافة سكانية يعني هون أنا عندي مشكلة كسافة سكانية بكوريا بدي أحلهم طيب هاي مشكلة أو تحدي إذا فينا نقول كيف حلت كوريا هذا الشي انه خطة عملت خطة لبناء مليوني وحدة سكانية هون الحل يعني هون الحل يعني تمام اه شو اللي خلى اقتصاد كوريا جنوبية يتطور هو تعزيز البناء استثمار رؤوس الأموال بشكل جيد اه هذا الشي انه تطور اقتصاده بس جعله عرضه للمنافسة والصراع هذا كمان تحدي اه مع القوى الاقتصادية الرائدة بالعالم بس اه شو عملت لحتى تحل هذا التحدي هي واصلت زيادة التعامل مع الدول النامية حل اه واصلت تعاملها مع الدول النامية وزادت صادراتها مع اتحاد الاوروبي وأمريكا كمان هذا الحل اللي هم لتم طيب اه هي تأتي كوريا بالمرتبة الأولى عالميا بصناعة السفن اه كمان بالمرتبة الثالثة بيانتاجه الحديد بالعالم بالمرتبة السادسة بيانتاجه السيارات بالعالم اه فيه التوطن للصناعات الكثيفة فهي اه صناعات الكثيفة فهي كمان تحدي انه انا عم يعطوني تلوس تمام هذا تحدي طيب هذا الشي دفع لانه تعتمد اكتر على التكنولوجيا الحديثة وتعتمد على مصادر الطاقة النظيفة هذا الحل لها التحدي تمام يعني صار عند كوريا كذا تحدي وحلتهم بشكل كتير ملائم اه اول الشي لحتى تعزز اقتصادها استثمرت رؤوس الاموال اه هذا الشي خلاها عرضة للمنافس الاقتصادية من الكبريات الدول فشو عملت زادت تعاملها مع الدول النامية وزادت صادراتها للدول الاوروبية والولايات المتحدة كان عنده تحدي تاني اللي هو توطين الصناعات الكثيفة وشكل لي مشكلة التلوس الحل اللي عملته انه استخدمت طاقة نظيفة واستخدمت تكنولوجيا تالت تحدي عنده اياه كان انه انا عندي وحدات سكنية صار عندي ضغط سكاني الحل اللي عملته عملتلي خطة لبناء مساكن وتحل هدول الازمات راح نمشي شوفاي طيب الرابع تحدي عنده اياه انه زيادة الانفاق على التعليم والصحة ادى الى تحسن الوضع المعيشي وارتفاع امد الحياة طيب هذا فعليا مو تحدي يعني انه واحد دا يطلع هيك انه تحسن مستوى المعيشي انه هذا مو تحدي شي جيد بس ارتفاع امد الحياة ل83 هذا يعني انه الدولة مثلا الشخص عم تقاعد بالستين الدولة عم تعطيلاتي بتقاعدي وتأمله صحة ومستوى معيشي معين 83 سنة وسطيا طبعا ما عم يعطيني انتاج اقتصادي فهذا الشي يعتبر تحدي شو عملت الدولة؟ هي حطى قدام تحدي المعمرين هذا تحدي شو عملت الدولة؟ هذا الشي خليها انه تحسن نظام الرعاية الصحية لكبار السن الحد طعم؟ ما اسباب تطور الاقتصاد الذي حققته كوريا؟ اول شي عززت البناء استثمرت رؤوس الاموال تعاملت مع الدول النامية تعاملت مع الدول المينامية المتطورة اعتمدت على انتاج الصناعات السقيلة اللي هي كلها بتعطيني وارد مردود ميزان تجاري رابح يعني بتخلق لي ميزان تجاري رابح كيف انعكس زيادة كبار السن على الوضع الاجتماعي والاقتصادي؟ زيادة كبار السن رح يؤدي لي لتراجع الانتاج يعني انا كبار السن ما بيشاركوا بالعملية الانتاجية وانا كحكومة مجبرة انه انفق عليهم وهنا ما عم يعطوني اقتصاد يعني ما عم يعطوني زيادة انتاجية وهذا الشي رح شوي يؤدي لتراجع اقتصادي تمام؟ بس هي المخلوقة حلت هاي القصة السحديات نفس الحكينا هون هون بيجدول السريع المديونية خططة برامج تنمية تكوين قاعدة للتصنيع تسهيلات مالية طبعا هدول بفيدونا لدول لاحقة وسعت اسواق الخارجية ازمة سكن عملت بنت مليوني وحدة سكنية التلوث انه استخدمت طاقة نظيفة معمرين حسنت نظام الرعاية الصحية هدول بيفيدوكم كغير دول او اذا اجوكم تحديات مشابهة كيف بتواجهوا حلولة قلة الموارد الطبيعية استوردت المواد الخام والاغذية من الدول التاني طبعا استورد مواد خام واغذية وبالمقابل اصدر مواد تكنولوجية ومواد غالية السمن فما رح تفرق معا كتير طيب دولة ثانية بس هالمرة مو كتير متطورة اللي هي موريتانيا ثلاث ارباع الأراضي بموريتانيا هي صحراوية او شبه صحراوية تحدي هنا نشوف اش دايحلو هذا يعني انه البلاد لا يمكن لا يمكنها الزراعة زراعة ما يكفي من الغذاء وتزرع كمان وفق ترائق انتاج تقليدية للساتة بالطرق التقليدية هذا الشيء ترك انخفاض كمية الأمطار بالالفين وسبتعاش اكتر من مليون شخص دون طعام وماء يعني كمان هذا تحدي تمام هون تحدي دون طعام وماء كافيين شان هيك هي لازم تستورد سبعين بالمئة من طعامه طيب زادت الهجرة الى المدن وهذا زاد مشكلات بتغير التوزع السكاني كسرت المشكلات الصحية لانه عندي انا حتى بالمدن ذات نفسها قلة الخدمات الاساسية تمام؟ يعني المدن غير مخدمة بشكل مناسب وسوقها في مجالات المياه والصرف الصحي والنظافة هذا الشيء طبعا بخلق لي العديد من الأمراض ممكن يمتشر أمراض ملوثات وأو بيئة بصة 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 ارتفاع معدل سوق التغذية كمان هذا التحدي فلدى الأطفال والأمهات كان السبب الرئيسي للوفاة في موريتانيا كمان عندي انه التعليم تراجع التعليم وتدني النمو الاقتصادي كان هذا تحدي يعني دولة نظر ما كلها تحديات طيب موريتانيا تحتل المرتبة الأولى عربيا بإنتاج الحديد في شيء كويش وسواحلها غنية بالسروة السمكية كان هون عنا شغلة جيدة لكن ضعف التخطيط والاستثمار نتج عنه اقتصاد هون خفض بسبب ضعف التخطيط والاستثمار وصار عندي ارتفع نسبة الدين العام مقابل الناتج المحلي حتى بلغ الدين العام 85.4% في أزمة اليوناء لما كنا عم نحكي فوق الستين بالمية بعتبر الدولة بأزمة مديونية هون 85% دين عام طيب بعض البيانات في موريتانيا النموط طبيعي 25 بالألف إذا تذكروا بوحدة سكان 25 بالألف فهو مرتفع معدل وفيات الأطفال 118 طفل بالألف كل ألف يموت منهم 118 الكسافة السكانية 4.9 نسمة بالكيلومتر مربع نسبة الأمية 69 بالمية تقريباً 70 بالمية أي كمان تحدي تقريباً 70 بالمية من سكان أمية يعني يعني مو أنه تعليم منخفض لا نسبة أمية كان هاي مشكلة كبيرة نسبة الملتحقين بالتعليم بالمدارس الثانوية والتعليم العالي من إجمالي سكان 5.5 بالمية فقط هاي كتير نسبة متدنية البيانات الاجتماعية نسبة البطالة 88.2 قريباً 90 بالمية من السكان بحالة بطالة مشكلة كتير كبيرة هاي كمان نسبة السكان تحت خط الفقر 15.6 بالمية نسبة الانفاق على الرعاية الصحية لشان ما يصير عندي حالات وفيات وهيك شي بس 4.7 كمان منخفض جداً يعني بناءاً على المؤشرات واللي أرينا عنا كتير تحديات طيب تحديات عنديها تحديات طبيعية إلينا إنه قلة الموارد المائية والجفاف وطبعاً قلة الموارد الغزائية شو بدنا حل لهذا الشي قلة الموارد المائية إنه استخدم المياه اللي عندي بشكل عقلاني بوحدة المياه ذكروا لكم إنه عملوا مشروع الألفية ومشروع القرن وحاولوا يحلوا هذا الشي بناء السدود على الأنهار ربط الأنهار مع الدول الثانية هاي الحلول اللي أعطوكم إياها بوحدة المياه بموريتانيا يعني هاي الفقرة بترتبط مع هذيك الفقرة أعتمد أنا طالما ما عندي ماء كتير وبدي أمن غزاء فأعتمد على تجارة المياه الافتراضية بستورد غزاء أنا بالتالي عم بستورد الماء للمنتج بهذا الغزاء ديمغرافيا النمو السكاني سريع كتير طبعا كدولة إنه أضبط النمو السكاني وأرفع سن الزواج وبالتالي لحاله بيقل عدد النمو السكاني أو تقل الولادات يعني اجتماعيا ارتفاع البطالة وزيادة الفقر شو ممكن أعمل أأهل الكوادر المهنية وأدربها وأوفر فرص عمل ممكن أبني معامل أبني مصانع أجذب استثمارات أفتحها حدود كذا اقتصاديا نمو اقتصادي بطيء وعندي أزمة دين أعمل تنمية اقتصادية بكل القطاعات وأقلل من الاستيراد وأزيد التصنيع والتصدير طبعا حلول إذا خطر لكم كمان حلول ثانية فيكم تضيفون بالشيء اللي درسته سابقا سوريا بين الواقع والتحديات أكدت الحكومة بالجمهورية السورية التزامة بالتنمية المستدامة هذا الحكيناه بأول الدرس بالألفين وعشرة كان هذا الشيء والأهداف العالمية ضمن خطة عمل بعنوان تحويل عالمنا هاي الخطة كانت متوقع أنه إنجازة للألفين وثلاثين بما ينسجم مع الأولويات الوطنية شو كانت الخطة؟ بالجمهورية العربية السورية أسهمت هاي الخطة أسهاما فاعلا ببناء أهداف التنمية طبعا أهداف التنمية المستدامة اللي حكيناهم بأول الدرس السبط عشر هدف مشاورات إقليمية خاصة بتحديد أولويات التنمية إش ده أنمي قبل إشو؟ عندي من السبط عشر أنا مثلا أحل هدف قبل هدف اجتماع مع الجمعية العمومية للأمم المتحدة لتبني خطة لعمل ما بعد العام 2015 بخطة بعنوان تحويل عالمنا طبعا إشو مقويمات اللي بتخليلي هاي التنمية المستدامة وتتحقق على مستوى سوريا أول الشي أن الحكومة ملتزمة بتحقيق هاي التنمية هي الحكومة بدا تحقق هاي التنمية عنا خطة واضحة وآلية عمل واضحة لنتعامل مع هاي الأهداف عنا طاقة اقتصادية وعنا كمان طاقة بشرية طاقة أطلقت هيئة التخطيط والتعاون الدولي بسوريا التقرير الوطني الأول للتنمية المستدامة بتضمن تأرير بـ 17 هداف اللي 17 اللي حكيناهن أبرزها أبرز الأهداف أنه أأمن توفير الأمن الغذائي أكيد هي أول الشي أعزز الزراعة كونه نحن بلد زراعي أضمن أنماط عيش صحية أمن لقاحات مستوى صحي تعليم جيد كمان أمن تعليم جيد أحمل مساواة بين الجنسين أوفر مياه وخدمات صرف صحي أوفر طاقة مستدامة أشجع الإبتكار أكافح تصحر يعني بالاختصار أنه أحل كل شي مشكلات عندي إياها هلا هون رح نحط الهدف وكيف تعامله مع هذا الهدف الهدف عندي إياه أحقق النمو الاقتصادي المستدام والشامل وأوفر عمل لائق للجميع أنا مثلا كشخص عندي أخذ شهادة جامعية أو شي ما معقول أحطه يشتغل بشي غير لائق فيه أو بشهادته أو بالمستوى العلمي طيب طبعا هدول الشغلات شوي توقفوا بسبب عدم الاستقرار الاقتصادي بسبب الحرب الجائرة على سوريا وفرضوا أنه علينا حصار اقتصادي وتدابير اقتصادية قصرية أحادية الجانب اللي كانت مفروضة علينا اللي كان إلى أثر سلبي بأنه يتحققوا هدول الشغلات هذا الشي خلالي أنه يزيد تكاليف الإنتاج والنقل سابقا بتلاحظوا لما بتشتروا أي شيء بسوريا تكلفة هذا الشيء منخفضة ليه؟ لأنه أنا تكاليف إنتاجي عم بيكون منخفض وتكاليف النقل منخفض فالمستهلك عم بيكون عم ياخد بضاعة بسعر منخفض لما زاد هذا الشيء أكيد رح أرفع تكاليف النقل وهذا توصل للمستهلك بسعر مرتفع زيادة الأعباء على المنتج والمستهلك والمورد كلياتهم غلي عليهم هذا الشيء اللي عم بيصنعوه أو عم بيبيعوه أو شيء تأثر القدرة الإنتاجية ولاسيم الصناعات اللي واقع بالمناطق الريفية تقريبا صناعات اللي واقع بالمناطق الريفية بفترة ما شبه وقفت فتأثرت بشكل سلبي بشكل سيء شو اللي عملت الدولة السورية أمور علاجية؟ شجعت المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخصوصي بالمناطق الريفية ورعتها رعاية منظمة بواسطة منظمات وهيئات هم مثل ما شايفين مشغل عم بيعلموا فيه الناس مثلا حرفة الخياطة معاصر زيتون يعني عم بيحاولوا يشجعوا الصناعات المتوسطة واستغيرة بحيث يأمنوا دخل لإلهم ما نتاج الاجتماعية والاقتصادية على هاي المشروعات؟ على مستوى الفرد كفرد أنا كألي أول الشي زاد دخل الفرد أنا لما ما كنت طاول عم بشتغل بعدين أملولي شغل وصار يصير عندي مردود مادي فزاد دخل الفرد صار عندي فرص عمل لي هدا الشي تحسن مستوى المعيشي للأسرة كلها حقق اكتفاء بين أكون أنا هدول الأشخاص مصنفتهم كعاطلين عن العمل بياني صار عندهم دخل واكتفاء ذاتي أمن حاجات العيش الأساسية نما حس المشاركة أنه أنا عم بشارك بالمجتمع عم بفيد شي عم بقدم شي يدمج الفرد بمجتمعه وبجعله شخصا فاعلا ببناء هذا المجتمع تمام على مستوى الدولة أول شي زادت صادراتها يعني أنا ممكن الشغلات اللي عم بيصنعوهم أصدرهم فزادت الصادرات وفرت فرص عمل توفرت ممكن هدول الصادرات فصار عندي قطع أجنبي قللت من الواردات طالما ألزات الصادرات فعالت دور المرأة جعلها فاعلة بالمجتمع سد حاجة السوق من بعض السلع المصنع بدلما أني استوردها من برا صرت أصنعها بدلما أستورد ألبيسة أقمشة شغلات معلبات هيك صرت أنا ممكن أصنعها ثاني شغلة عملته الدولة أنه تعزيز المشروعات التي تهدف لاستدامة الموارد الطبيعية وكفاءة استخدامها مثل مشروط تحول لنحو الري الحديث مثل مدرسة سابقة أنه الري الحديث بالطرق الحديثة كثيرا بيوفر لي كمية مياه وهي طريقة جيدة شو المشروعات اللي بتعزز استدامة الموارد أتحول مثلا نحو طاقة شمسية أنا عندي بسوريا مساحات شاسعة من الأراضي صحراوية مثل تدمر فممكن أحط في هذلك المناطق الواح طاقة شمسية واستفيد من المساحة وأولد طاقة كهربائية من الطاقة الشمسية كمان في عنا مشروع ممكن أتحول نحو الطاقة الريحية في المناطق اللي بيكون فيها أو مناسبة لإقامة مزارع ريحية كمان ممكن أولد طاقة كهربائية من الطاقة الريحية أعمل استنباط صلالات نباتية جديدة بتراعي حسب الظروف المناخية اللي إلي والتربة اللي عنا إياها بالبلد أهتم بمراكز البحوث وأعمل بزور محسنة الهدف كمان كان الهدف الثالث للدولة السورية كان ضمان تعليم منصف وجيد وللجميع وأعزز فرصة التعلم مدى الحياة طبعا هذا الشيء شوي يتأثر سلبيا بالحرب راح نشوف كيف أن ضمان التعليم الابتدائي والسنوي المجاني المنصف والجيد للجميع إناسا وذكور أو بنات وبنين يؤدي إلى تحقيق نتائج تعليمية ملائمة وفعالة طبعا هذا الشيء بحلول 2030 اتسمى نظام التعليمي أثناء الأزمة الأزمة إشأثرت أول الشيء فقدان المكتسبات التراكمية تراكمت عبر العقود يعني أنا عندي أو مثلا أبحاث علمية أو شيء كان مثلا عم بشتغل عليها وعم بطورها وهيكي صار عندي الأزمة لسبب ما تركت عددها جارت إلى آخره ففقدت هذا الشيء كمان صار عندي بالأزمة دمرت العديد من المدارس دمرت كليا أو اتضرر اتضررت نقص الموارد البشرية سواء هجرة أو ماتوا ارتفعت الكثافة الطلابية بالشعب المدرسية أو صارنا نشوف بأول الأزمة خصوصية صارنا نشوف بالصفوف مثلا أنه صفيه ستين وسبعين طالب فهنا أكيد رح يكون المعلومة رح توصل لهي الطالب قليلة أو ما رح يركز يعني طيب تراجعت معدلات الالتحاق بالمدارس ارتفعت معدلات التسرب كمان صارنا نشوف بأول الأزمة كثير تشوفوا طلاب الأولاد يعني بعمر المدرسة فمثلا عم بيشتغل أو فتح بسطة أو فتح محل أو شي نترك المدرسة وعم بيشتغل هذا يغذي منابع الجهل والأمية وبالدنى الإنتاجية بيصير عندي بطالة وبيصير عندي فقر مستقبلا وعيا من الحكومة السورية بهمية التعليم وضمان استمرارية العملية التعليمية نفذت مجموعة من الإجراءات طبعا قبل ما نشوف إشو الإجراءات نشوف البيانات اللي عني إياها عدد المدارس انخفض بنسبة 29% ثلث المدارس تقريبا عدد الطلاب انخفض تقريبا للربع 23% الكوادر التعليمية انخفضت بنسبة 12% هاي طبعا بالفترة من عام 2010 إلى 2016 شو الإجراءات اللي عملتها الحكومة لحتى تستمر العملية التعليمية أول الشي استمرت بدفع الرواتب للعاملين بقطاعات التربية ما وقفتن الثاني شي وفرت المستلزمات التعليم لكل المناطق دون استثناء سواء الريف أو مدينة الثالث شي صلحت المدارس المتضررة جزئية صارت عملت قبول طلاب بدون تسلسل دراسي يعني أنا عندي مثل طالب تضررت مدرسته أو راحت أو تهدمت أو شي ما عنده تسلسل دراسي فعلى عمره وعلى سنه بيعملو له صبر وبيفوتوه بالصف المناسب بدون تسلسل دراسي وقيام بعملية صبر للمعلومات تفعيل منهاج بي هذا المنهاج بي اللي مشان أعوض الفاقد من التسرب اللي عم بدمش كل صفين بصف يعني سابع وتامن بمنهاج بي بدرس المنهاجي يعني سابع وتامن طبعا أجزاء من هيك أجزاء مهم إقامة مسابقات لتعيين المدرسين بكل المحافظات ورفض المناطق الريفية بالكوادر المطلوبة نسب الالتحاق بالصف الأول بالمرحلة التعليم الأساسي بين 2010 و 2016 لاحظوا بال 2010 تقريبا ما كان عندي تسرب يعني كل الطلاب بهذا العمر 99.50% كل عياتهم ملتحقين بالمدارس نفس الحكي 2010 يعني هو عم نحكي بداية الأزمة 2012 2013 نزلت 72% تمام نزلت 2013 و كانت ذروة الحرب تقريبا فنزلت شوية ارتفعت لل 81% بال2014 89% 2015 88% كمان 2016 يعني شوية عم تحاول ترتفع نسبة الالتحاق لطلاب الصف الأول تعاون مع أصدقائي لإكمال مخطط موضحين كيفية مواجهة وزارة التربية مشكلة التسرب المدرسي دورات المكملين دورات المكملين اللي عملوها بالتعاون بين وزارة التربية واليونسكو كان بستفيد منا من الطلاب المتسربين أو اللي مثلا ما صار عنده تسلسل دراسي أو صار عنده مثلا حلقة فقدت حلقة عقليمية فقدت بالهيئة يعني عنده نقص سنة ما سنتين ما راحوا من حياته الدراسية شو عملت الدولة التعاون مشان تعملي منهاج بيب اللي هو عبارة عن دراسة بكل صفين دراسيين بصف واحد يعني بدروس سابع وتامن بمنهاج بيب بمسلا لما بنجح بصير سن تاسع تعلم الزاتي مثل هالله اللي عم نعمله سواء تعلم عن بعد أو بأمنة دروس عبر الانترنت دروس عبر مثلا التعلم الافتراضي مثل هالله عم نعمله تهدف خطة الخطة الوطنية للألفين وثلاثين لعلاج آثار الأزمة رغم كل التحديات هذا بيدل على تصميم سوريا لأنه توصل لتنمية مستدامة طبعا توفيكن تحديات التنمية اللي حطينها بأول درس كل تحدي تعطوا اقتراحات لكيف ممكن نواجه هاي التحديات حدد تحدي واجه التنمية بسوريا ووضع خطة للتغلب عليه بما يناسب الرؤية الوطنية هلا انا اخترت تحدي ممكن انتو تختاروا غير تحديات بس يعني اختصارا للوقت بشو ما يطلع الدرس طويل اخترت تحدي تأمين طاقة نظيفة بأسعار مقبولة طالعا ما نحنا التوجه العالمي عم بتجهو نحو انه اخفف من انبعاثات الملوسة واحافظ على البيئة فاخترت هذا التحدي سبب اختيار هذا التحدي لانه التوجه العالمي عم بتوجه نحو الطاقة النظيفة مشان اواكب هذا التوجه واحمل مناخ العالمي شو شو الخطوات لحتى اواكب خطوات او مراحل ممكن اعمل شبكات الواح طاقة شمسية بالاراضي الغير مستثمرة مثل عنا بالبادية مساحة ارض كتير كبيرة ممكن انا استثمرها واحط شبكات الواح طاقة شمسية بهاي المناطق الاستفادة من الطاقة الامواج عند البحر مثل بعض الدول حطونا انه مساعدة استفيد من طاقة الامواج بتوليد التيار كهربائي اقامة مزارع ريحية كمان كمان تقليل الاعتماد على النفط والتحول بشكل كل مستقبلا لطاقة نظيفة ممكن كمان انه اقلل استخدام وسائل النقل الفردية واستخدم وسائل نقل جماعية وكمان هاي وسائل النقل احاول انه تكون على الطاقة الكهربائية بحيث انه ما تلوث البيئة ولهن كنتهت رحلتنا بكتاب الجغرافيا بالتوفيق يا رب يعطيكم العافية